يلا بنا ناخد المقطع الأول عشان نتكلم عليه من أول طلعت الكتب لحد السبع ومية بتقول كلمة واحدة عن الأخوة وأنهم أولاد حضارة واحدة حضارة مين الحقيقة طبعا الواضح تماما من المقطع الأقسم بالله هيقفل البرنامج هيبطلها شغلانة الرجل أقسم بالله أقسم بالله ده قسم وأنه ربنا بقول وأنه لقسم لو تعلمون عظيم قسم كبير أنت أقسموا أقسموا بالله جهد أيمانهم ده قسم عظيم وقسم جليل وإحنا بنوجلك ونحترمك وعارفين أن أنت أد كلمتك أن أنت لو لقيت كلمة أخوة بتقول أن النصراني أخو المسلم والمسلم أخو النصراني الحياة طبعا حتبقى حكاية مهمة جدا 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 وأشكرك عليها أن أنت قلت هذا الكلام هل في تراثنا أو في كتب التراث ما فيش أنه المسيحي أخو المسلم والمسلم أخو المسيحي هو ده السؤال اللي إحنا بنسأله أو اللي طرحه الأستاذ المحترم إسلام بحيري الأستاذ إسلام بحيري المحترم قال إنه ما فيش في تراثنا أقسم بالله ما تلاقي ولا معرفش إيه فحجب لكم شوية حاجات من التراث نفسيها والغريبة أنها تكررت هي هي كمان بهذا اللفظ في أكتر من مرجع تراثي نشوف كده المرجع الأول هو إيه مع بعض المرجع الأول هو جامع البيان في تأويل القرآن الكريم تمام زي المؤلف من محمد بن جرير بن يزيد بن كسير اللي هو الطبري اللي هو أبو جعفر الطبري أبو جعفر الطبري المحقق أحمد محمد شاكر الناشر مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى سنة 2020 عدد الأجزاء 24 إلى آخر هذا الكلام قادي مرجع من المراجع المعتمدة ناخد بقى نشوف اللي بعد منه إيه الصفحة بالضبط اللي احنا بنشاور عليها الصفحة اللي بنشاور عليها هي فخرج أبو بكر الصديق إلى الكفار أنا معلمها لكم حطت تحتها خط أحمره فقال لما حصل أن الفرس انتصروا على الروم فزعل المسلمين أوي لأن النصارى اتهزموا في المعركة وأن الفرس هم اللي انتصروا فالكفار بقوا عندهم شماتة كبيرة جدا في المسلمين فأبو بكر الصديق وقف يقول إيه أبو بكر الصديق وقف يقول إيه للكفار المشركين بتوع مكة قال لهم أفرحتم بظهوري ظهوري يعني انتصار إخوانكم إخوانكم اللي هم مين بقى يقصد اللي هم الفرس على إخواننا بالله عليكم أريينها ولا تبلعين الشمس ولا لا أفرحتم بظهوري إخوانكم على إخواننا فلا تفرحوا ولا يقرن الله أعينكم فوالله ليظهرن الروم على الفرس يعني الروم حينتصروا على الفرس المهم أبو بكر الصديق وصف الروم بإنهم إيه إخواننا والروم كانوا إيه عم الشيخ الروم كانوا نصارى يبقى هنا هذا دليل على إنه المسلمين في التراث الإسلامي اللي الأستاذ الإسلام بحيري حلف بالله حلف بالله يا مسلم انتو هو إنه لو جاب لي أي كتاب تراثي أنا الحقيقة لا يمكن إن أنا أكمل البرنامج تاني أقسم بالله وفي حاجة أشار على إنه النصارى إخوان المسلمين لا النصارى إخوان المسلمين أنا بس ببشرك وبقول لك هذا الكلام موجود عندنا وكلنا فيه أخوة إنسانية وأخوة إيمان بتجمعنا أيضا نشوف بقى المرجع التاني من التراث اللي الأستاذ إسلام بحيري الظهر يا إما ما أروش يا إما أنا وريك كتب التراث بتاعتنا هي اللي بتقول إن النصارى والمسلمين إخوان إخوة يعني المرجع التاني زي ما حضرتكم شايفين هو لباب التأويل في معاني التنزيل ده اللي قاله الإمام اللي عمله الإمام الخازن أبو الحسن علي ابن محمد ابن إبراهيم الشيحي اللي هو الإمام الخازن اللي عندك بقى فأنزل الله فأنزل الله هذه الآيات فخرج أبو بكر الصديق إلى كفار مكة فقال فارحتم بظهور المخرج لازم يحول يقلب الصفحة علشان إحنا هنا وقفين أنت وقفين أيوة فأنزل الله هذه الآيات فخرج أبو بكر الصديق إلى كفار مكة فقال فارحتم بظهور إخوانكم فلا تفرحوا فوالله لا يظهرن أو لا يظهرن الروم على الفرص نشوف اللي بعدها الدر المنثور للصيوتي الدر المنثور للصيوتي فين الدر المنثور للصيوتي دوة بتاع عبد الرحمن ابن الكمال جلال الدين السيوتي عارفين الإمام السيوتي هو متأخر آه بس كتاب من كتبنا التراثية العظيمة عدد الأجزاء بتاعه تمانية نشوف بعدها بعدها فخرج أبو بكر رضي الله عنه إلى الكفار فقال فرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا فلا تفرحوا ولا يقرن الله وعيونكم فوالله لا تظهرن الروم على فرص لاحظت أن أبو بكر أهو الحديث لما ييجي السيوتي يورده ولما ييجي الإمام الخازن يورده ولما ييجي الإمام الطبر يورده يبقى راضيين بالمصطلح ده حتقول إيه ده ده كلام الفرغ ده النصراني أخو المسلم لا 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 شل لك الكلام ده شيل الكلام ده شيل ده يا رجل ده كنهم يوردوا هذا الكلام في تفسيرهم لآية آه غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ده معنى كده إن كتب التراث ده نتكلم عن كتب التفسير بس أنا لسه ما تكلمتش لعن فقه ولا عن سيرة ولا تكلمت عن كتب لغة ولا تكلمت لا لا خالص بس تعالوا نشوف المرجع الايه الرابع عشان بس بوريكم إنه اجتزاء وغير آآ آآ آمين في النقل دوت الكشاف أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري اللي هو جر الله الإمام الزمخشري وكان معروف الإمام الزمخشري بالمناسبة وكان بيرمى بالاعتزال لكن هو مرجع من أهم مرجع التفسير القرآنية خاصة فيما يعرف بالتفسير اللغوي للقرآن الكريم نشوف الصفحة اللي بعدها وفرح المشركون وشامتوا شامتوا فيه إنه الفرس المجوس اللي هما بيعبودوا النار انتصروا على النصارى الروم وقال أنتم والنصارى أهل كتاب يعني المشركون بيقولوا للمسلمين أنتم والنصارى هم اتغلبتم أنتم الاثنين أهل كتاب هم عندهم إنجيل وانتم عندكم قرآن ونحن وفارس أميون يعني ما عندناش كتاب وقد ظهر أي انتصر إخواننا على إخوانكم ولا نظهرن نحن عليكم أه أظن أوضح من كده ما في خد اللي بعديها الكشف والبيان للإمام الثعلبي يلا نحن وراءنا إيه إذا كانت المسألة ما رجعه هو ده التراص أتمام نشوف الصفحة اللي بعديها الكشف البالي الإمام الثعلبي بيقول فيه إيه وقالوا أنتم والنصارى أهل كتاب أهل الكتاب ورحنا وفارس أميون وقد ظهر إخواننا طيب اللي بعديها روح المعاني للإمام الألوسي طبعا الإمام الألوسي من هو روح المعاني للإمام الألوسي في تفسير القرآن العظيم والسبع المثالي نشوف الصفحة اللي بعديها قال إنكم أهل كتاب والنصارى أهل كتاب وقد يظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم إيه بالصفحة مخرج ها تمام الصفحة اللي بعديها تمام وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الكتاب أيوة مظبوط وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرنا عليكم طيب يلا اللي بعديه المرجع اللي بعده المرجع اللي بعده الشهير بتاعنا اللي هو تفسير القرآن العظيم لأبو الفدة إسماعيل ابن عمر ابن كثير الدمشقي ده تفسير ابن كثير مين ما عندوش في البيت تفسير ابن كثير اقرأه في تفسير سورة الروم يلا صفحة اللي بعديه فخرج أبو بكر الصديق إلى الكفاري فقال أفرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا فلا تفرحوا ولا يقررن الله أعينكم فوالله لا ظررنا إلى آخر الحديث اللي احنا قررناه تمام كده خدوا بالكو بقى أنا حعمل معاك حاجة لطيفة جدا 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 قديني قلت لك كل كتب التراث في التفسير بس اللي بيتثبت أني احنا وهم إخوات ترجمة نانسي قنقر